بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشره وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى إلم الله أما بعد من كتاب سنان الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن سورة ابن عيسى ابن موسى أبضحاك البوغي الترمذي وبوغ هي المدينة اللي بدوار ترمث هو التي مات ودفن فيها عشان يقولوا البوغي نسبة لبوغ قرية صغيرة تابعة لترمذ اللي هي موجودة الآن في أسباكستان يعني حسب التقسيم الحالي موجودة في أسباكستان كانت زمان تبع هراه اللي هي في أفغانستان وبعنين بعد كده في التقسيمات بقى جزء منها تابع لأسباكستان وجزء من هراه تابع لأفغانستان رضي الله عنه ورحمه الله تاليان ليبين له مواقيت الصلاة بعدما فردت عليه حال معراجه صلى الله عليه وآله وسلم جاءه في أول يوم في أول وقت كل صلاة وثاني يوم في آخر وقت كل صلاة وفي اليومان جاء في المغرب في نفس الوقت عند قروب الشمس فاستدل كثير من العلماء منه الإمام الشافعي على المشهور في مذهبه أن وقت المغرب وقت واحد غير ممتد وأنه بقدر ما يتوضأ ويستر عورته ويصلي ثلاث ركعات وركعتين سنة يبقى كده انتهى وقت المغرب فإن أخر عن ذلك وقع في الحرمة وانقض الوقت واضح ده رأي الإمام الشافعي في القديم أو المشهور عنده لكن ورد حديث آخر أن وقت الصلاة ما لم يأتي وقت الأخر ورد حديث عن عبد الله بن عمر بن العاص في المدينة ده متأخر عن حديث جبريل أن نبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفقة ما لم يغب الشفقة يبقى إذن وقتها ممتد وده الراجح في مذهب الشفعية وإن كان غير المشهور المشهور في مذهب وقت المغرب وقت واحد لكن الراجح في مذهب الشفعية أن وقتها ممتد وردوا على حديث جبريل قالوا لأنه هذا كان في أول الأمر ثم يسر الأمر بعد ذلك في المدينة واضح أو أن جبريل جاء في وقت المغرب لم ياني أن هذا هو الأفضل ثم بينا النبي في المدينة أن وقت المغرب منتد إلى غياب الشفقة وقلنا الشفقة والأحمر عند الجمهور والأبيض عند الأحنف بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عننا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث الرابع والستين بعد المئة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب الحجاب اللي هو الأفق يعني الأفق خط التقاء الأرض بالسماء عندما انتهى البصر يسمى الأفق هذا يسمى الحجاب إذا توارد بالحجاب يعني سقط واختف قال وفي الباب عن جابر والصناب حي وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوبة وأم حبيبة وعباس بن عبد المطالب وابن عباس وحديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو أصح والصناب حي لم يستمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل وهو قول بن المبارك والشافعي باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة العشاء الآخرة اللي هي الصلاة التي بعد المغرب بعد غياب الشفق معلوم أن وقتها يدخل بعد غياب الشفق ويستمر إلى الفجر على الراجح عند الفقهاء والعلماء لأن الصلاة تؤدى ما لم يدخل وقت التي تليها ده الراجح لكن هناك من العلماء من ذهبوا إلى أن صلاة العشاء ينتهي وقتها عند ثلث الليل وآخر من العلماء قالوا إلى منتصف الليل ثم بعد ذلك تصير قضاء وذهب إلى ذلك أيضا لاستخري من الشفعيين عند وقت العشاء بعد منتصف الليل يكون قضاء ده مذهب لاستخري من أصحاب الوجود الشفعيين ووفقوا كثير من الصحاب ومن العلماء لأن النبي لم يؤخر العشاء أكثر تأخير لها عند منتصف الليل لكن الراجح أن هذا وقت الاختيار أما وقت الجواز والأداء يستمر إلى ما قبل الفجر على الراجح أن تقال وعنه بي قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة يعني مع أنها يعني قرب منتصف الليل لسقوط القمر لثالثة يعني في أول وقتها يبقى هنا معناها في أول وقتها يا إما لثالثة يقصد ثلث الليل يحتمل المعنى ده ويحتمل المعنى وعنه بي قال حدثنا أبو بكر بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى روى هذا الحديث الشيب عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه وشيم عن بشير ابن ثابت وحديث أبي عوانة صح عندنا لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة وعنه بي قال يبقى كأن الحديث الأول يبين على تعجلها والتاني الباب التاني هيبين تأخير صلاة العشاء إلى الثلث وإلى منتصف الليل النبي فعل ذلك مرة وفعل ذلك مرة لكن واضب على أن يصليها في أول وقته تيسيرا على الأمة وعنه بي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدته عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمتي لا أمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه لو لا أن أشق على أمتي دل على أن هذا وقتها الأصل إلا أن النبي اختار الأيصر لأمتي يبقى النبي كان له التصريف في التشريع جعل الله له التصريف في التشريع يخيره بين أمرين فيختار أيصرهما صلى الله عليه وسلم قال لشان كده ورد رواية قال النبي والله إنه لوقتها لو لا أن أشق على أمتي قال كده والله أو الذي نفسه محمد بن بي إنه لوقتها يعني عني ثلث الليل لو لا أن أشق على أمتي لا أمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه قال وفي الباب عن جابر بن وسامرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر قال أبو إيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتبعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة استحبابها رأوا تأخيرها يعني استحباب تأخيرها وبيه يقول أحمل وإسحاق لكن الشفعية ذعبوا إلى إيه إلى جواز تأخيرها واستحباب أن تكون في أول الوقت لأن هذا ما وظب عليه النبي فما وظب عليه النبي والأول واضح؟ ده رأيي الشفعية خلافا للحنبيلة قالوا أنه يستحب تأخيرها إن لم تفوته الجمع إن كان بغير إيه؟ بغير إرهاق لأحد لكن الشفعية رأوا أنه الصلاة لأول وقتها هي الأفضل وهذا ما وظب عليه النبي صلاة لأول وضب عليه النبي والأفضل ده رأيي الشفعية ومن وفقه باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها لأن النوم قبل العشاء قد يؤدي إلى تضييه في وقت صلاة العشاء قد يستيقظ على الفقر فنهى النبي عن النوم قبل العشاء وكذلك نهى عن السمر بعدها يعني الكلام فيما لا طائل والصهر فيما لا طائل لأنه يؤدي إلى تضييه صلاة الفجر إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننوم قبل العشاء حتى لا تضييه وأن لا نصمر بعد العشاء فيما لا طائل من ورائه حتى لا يضيع علينا وقت الفجر وعنوا به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عبان بن عبان هو المهلبي وإسماعيل ابن علية جميعا عن عوف عن سيار ابن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وهي كرهت إرشاد وتنزيه وليس التحريب يعني في الواحد غلب النوم ونام قبله ما انتكبش حرام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريض إنما التفريض في من يبعي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى وهو متيقز هو هذا التفريض يبقى هنا الكراءة كرهت إيه تنزيه وليس التحريب كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان وسيار بن سلامه هو أبو المنهال الرياحي باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء يبقى السمر بعد العشاء إن كان له فائدة فيما له فائدة زي طالب بيذاكر بيطلب علم أو إنسان بيؤدي مصلحة يعني تعود عليه أو على المسلمين فلا بأس إنه يسهر بعد العشاء أو يتكلم بعد العشاء أما إن كان فيما لطائل سيبقى وقعنا في الكراهة إن كان فيما لطائل ويؤدي ذلك بالعادة المستمرة تضيع صلاة الفجر يقع في الحرمة لأنه بهذا كأنه يتعمد تضيع صلاة الفجر ويكون هذا الحرام حرام من الصغائر وليس من الكبار إلا أن يكون السمر في فعل كبيرة كمن يسمر مثلا يشرب خمرا أو يلعب قمارا أو يتفرج على إيه المسارح ويجلس في الكازينوهات الليلية وأين تزعب هذا المساء والمسخرة اللي بتحصل كل هذا يقع في الحرام باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء يعني إن كان له إيه فائدة إيه ناسي زوجة مثلا زوجاتك طول النهار قاعدة مستنياك ونتم تيجي بعد العشاء تيجي بقى على طول تخش من الباب كده تأكله اتنم تزعب لازم تروح تتكلمها شوية شوف أخبار البيت تفتفر لك شوية العيال مدايقنها طول النهار عندها طلبات تقنسها هذا مطلوب وهي دي عبادة فما تجيش بقى في الحاجات اللي فيها نكت ولا أصل الله صبر بعد العشاء ثم تكرها في الأحاديث النبي ما كان يسمى حديث المزرع مش قرينا حديث المزرع الطويل كان بعد العشاء ستنا عشاء قاعدة تكلم النبي بعد العشاء وحديث طويل ياخد لبتاع ساعة كلام واخد بالك بجائزة لمؤنسة الزوجة وعنوبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقامة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما يبقى في الأمر من أمر المسلمين يبقى في مصلحة يبقى استمرنا لمصلحة من دمن المصالح أن تكون مصلحة عامة أو تكون مصلحة خاصة كمؤنسة الزوجة وتوجيه الأولاد ورعايتهم وغير ذلك وقد تكون مصلحة خاصة في طلب علم أو مذاكرة أو استعداد الامتحان أو إعداد مشروع أو شيء من هذا كل هذا مهم أو طبيب في عيادتي يعالج المرضى أو في مستشفى ينتظر الجرحة كل هذا جائز ما فيهاش حاجة أو عامل في مصنعه يعمل في وردية الليل يبقى له أن يعمل وهكذا كل واحد على حسب ما أقامه الله أو شرطي يحرص للمسلمين ولا يجي الشرطي كاتب الشرطة وأقسام الشرطة تقفل بعد ليش أو لك أصليها سمرة بعد ليش هم الفين الحراسة سيدنا عمر كان اتخذ عس عسم الأسس ده لهم شرطة الليل للحراسة كل ده أو مرابط يرابط على حدود المسلمين أو جندي كل دول لهم أن يسهروا وسهرهم عبادة عشان كده رأيه كان صلى الله عليه وسلم يصمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما روينا مين سيدنا عمر وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأوس بن حذيفة وعمران بن حسين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة وقد اختلف القصة الطويلة لو أنت عايز تعرفها أن جاء ناس من الكوفة لسيدنا عمر وهو أمير للمؤمنين فقالوله عندنا رجل يملي المصحف للناس من ظهر قلب فغضب سيدنا عمر خفلح سن يكون ايه بيغلط غضب غضبا شديدا ظهر قلب ويملي الناس وتبقى معتمدة ازاي فغضب سيدنا عمر غضب شديد فلما سأل من هذا الرجل قاله لا عبد الله بن مسعود فهدأ وذهب غضبه وقال لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسير وكان رجل يقرأ القرآن فوقف النبي يستمع فإذا عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه قرأة ابن أم عبد فطلع أن الرجل دمين سيدنا عبد الله بن مسعود قعد في الكوفة بيملل ناس القرآن فهمت هذه قصة طويلة وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة فكره قوم منهم مستمر بعد صلاة العشاء يعني مطلقا ورخص بعضهم وده الراجح واللي علي الجمهور واللي علي العمل إنه إذا كان لمصلحة يبقى جائز إذا كان في معنى العلم وما لابد منه من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر الحديث ذروا الإمام أحمد وفي سنادي رجل مجهول لا سمر إلا لمصل أو مسافر باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل غدا إن شاء الله بإذن الله إنه إيه موضوع طويل حتى لا نغسل عليكم اليوم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يسر أمورنا يستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين إن الله وملائكته يصدرون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي رمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي رمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي رمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرفك ومدادك لماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة أم ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين